أشارت حسابات فلاكية إلى أن عيد الفطر في المغرب قد يوافق يوم 10 أبريل المقبل أي إن شهر رمضان سينتهي في اليوم التاسع والعشرين وفي هذا الإطار قال عبد الحفيظ باني مهندس باحث فلاكي إنه بالنسبة للمملكة المغربية في مساء 29 رمضان الموافق ليوم الثلاثاء 9 أبريل واستنادا إلى الحسابات الفلاكية سيكون عمر الهلال أكثر من 24 ساعة وسيغرب بعد الشمس بأكثر من ساعة بقليل وبهذا ستكون رؤية الهلال ممكنة وسهلة يذكر أن توقعات الحسابات الفلاكية المبنية على قواعد علمية مضبوطة لا تخطئ بداية الأشهر القمرية خاصة المرتبطة بالمناسبات الدينية مثل بداية شهر رمضان وعيد الفطر إذ تتطابق مع ما تعلنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبالرغم من دقة الحسابات الفلاكية إلا أن المغرب لا يزال يعتمد الرؤية بالعين المجردة كآدات لتأكيد رؤية الهلال وهي المهمة التي يتولاها نظار الأوقاف والقضاة والمصالح العسكرية تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبالتالي من المتوقع أن تعلن معظم الدول حول العالم رؤية الهلال يوم 9 أبريل ليكون بذلك يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر فكل عاني وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر